One Plus Open أول تليفون بشاشة قابلة للطي من شركة One Plus ولا من شركة أوبو لأنه صديق ولا تصدق هذا One Plus Open وهذا Find N3 تظهر الأخطاء الثلاثة يعطيكم الصحة والعافية معاكم أحمد وعريكي بأول الفيديو لا تنسون أخوانا من دعاكم الصالح حسن الله يثبتهم وينصرهم وفكعقهم هذا أقل الشيء نستطيع أن نفعله اللهم آمين لا تشتري One Plus Fold بالعكس يشتري Oppo Fund N3 أولا شركة أوبو وصل لها ثلاث سنين بالمجال تساولك تلفوناتها بشاشة قابلة للطي وإن كان هذا التلفون يستملك ذات مواد التصنيع ومع اللغة التصميم إلى آخره أوبو سيكون عندها هم بعد دعم في عالم العربي بشكل رسمي ستشتري وانت متضمن ومرتاح ستحصل دعم وكفالة إلى آخره وآخر شيء للأمان الفروقات ري بينهم شيء لا يذكر أنا قلت أول فيديو كغش مرة شون هي ثلاث الفروقات لكن راح يكون في فرق واحد ملموس من ناحية لغة التصميم أكيد كنت أتكلم أنت عن الشعار الموجود هنا من الخلف هنا مكتوب One Plus بالمقابل هنا راح يكون مكتوب Oppo لكن هم بعد راح يكون في فرق جدا بسيط من ناحية المحتويات اللي راح تكون موجودة داخل العلبة الشاحن اللي راح يكون مع One Plus Open راح يكون ثمانين واط مقارتا مع سبعة ستين واط اللي راح يكون موجودة هنا الفرق الأخير راح يكون ColorOS مقابل OxygenOS ColorOS هو فعليا الأساس لأن OxygenOS فما زال النظام التشغيل الآن بوجهة نظري استقراره أفضل على Oppo بذاتها من بعد مع تحديثات مهما كان فهذه الثلاث الفرقات اللي فعليا راح تكون موجودة بالتليفون أما باج الأمور راح تكون متطابقة فنهائيا إذا كان بخاطرك أنك تشتري One Plus Open طيقلك Oppo Find N3 راح تحصل ذات التجربة تماما مع جودة أفضل من ناحية تجربة المستخدم زائد كفالة وضمان أكيد بالبلد اللي انت فيه دام خلصنا من هذه الديباجة باج الأشياء اللي راح تكون موجودة عندك انت بالعلبة هي أكيد كتب مع كتب ممبرشيب كارد النسخة اللي موجودة معي راح تكون نسخة الهندية فرح تحصل انت ممبرشيب عندك هنية بس مرفقات الى آخره وبعدين راح يكون عندك ذات الكوفر هنبعد راح تقدر تحصله اللي راح يكون موجود بلاستيك مفروض يعني هو ملمس الجلد المفروض يغطي لك الجلد أصلا التذوب اللي راح يكون موجود من الخلف آخر شي راح تتيك هذا القطعة الصغيرة الموجودة هنا اللي راح تقدر انك انت تتركبها مع الكوفر بهذا الشكل علشان علشان تغطي لك منفذ اليو اس بي تايب سي اذا انت كنت حاب بهذا الشكل ايوه علشان متين انت تتركب الكوفر فما تحاطي الى سي راح يكون محمي اذا تحتاج تشحن التليفون تقدر تبطل بهذا الشكل وبعدين تسكره بهذا الشكل شلو اللي صار؟ ليش التليفون مستنسخ لهذه الدرجة من من اوبو فايند اندرويد للمانا نشوفه حركة ذكية اولا شركة وون بلس اعلنت من فترة بسيطة جدا انها راح تصير تشترك مع شركة اوبو فعليا اللي صار ان شركة اوبو التهمت شركة وون بلس وهذا من صالح شركة اوبو اكثر من شركة وون بلس لان لو كان العكس صاير للمانا وون بلس ما عندها الخبرة العريقة عن شركة اوبو لا ننسى اصلا من بدايات شركة وون بلس كانت تستعمل لك اجهزة اوبو تعملها ريبراندنج وتنزلك معهم بسعر مخفض بس اللي قدرت هي تسوي شركة وون بلس او نقدر نقول شركة اوبو بشكل عام وهو ان اقتسحت اسوق الامريكي اولاد المتحدة ولانه هي قدرت تسوي هذا بعلامة تجارية مالة وون بلس صدقني اي شئ هي راح تنزلك راح يكون علي علامة تجارية مالة وون بلس لان الناس المستهلكة اللي موجودة هناك ما يعرف شنو اوبو بس يعرف شنو وون بلس فرح تحصل تليفونات اوبو بمسمى وون بلس وراءات المتحدة بالمقابل ايها راح تكون ذات التليفونات اللي انت ممكن تحصلها بس اسم اوبو راح يكون موجود نفس عالم العربي على سبيل المثال لان امره ثانية راح تحصل ذات المعالج ذات تجربة المستخدم نفس الشاشة الخارجية نفس الشاشة الداخلية الكبيرة الى اخره نفس الاليرت سلايدر نفس كاميرا تحصل البلاد تجربة المستخدم ذاتها المفروض راح تحصلها هنا ومرة ثانية هذا شيء مو سيء فقط بسمى مختلف حق شنو التليفون اللي انت ممكن تحصله هنا وهناك نفس مثلا في تليفونات رادمي بالصين تتوفر عندنا احنا بمسمى بوكو وهو نفس التليفون فكر فيها ان هذا راح يكون هذا الشيء حق اي احد كان او انا تليفون ومعرف ايش بصلا عندك انت رحية اخر اوهو موجود وتقدر تاخده وتحصل ذات التجوح فبعد استخدام مطول للامانة حق اوبو فاينت ان 3 اقدر انصح اي احد يريد يستعمل هذا التليفون او يشتري هذا التليفون انا جربتها مع شاشة قابلة للطاية دعونا نراويكم انا بطل انستغرام بكل بساطة اقدر اسحب صبعا لا تحت ونحن اقدر ابطل تطبيق ثاني انا نفتح يوتيوب انا اصبح عندي انستغرام يوتيوب الحلو في الموضوع انا افتح كروم اقدر استعمالك تطبيق ثالث ويصر عندي ثلاث صفحات حق التطبيقات هنا انستغرام هنا يوتيوب وهنا عندي كروم اقدر بعدين اضغط هنا اطلق اكسباند وشوف شنو صار على طول صار عندي هنا تطبيقين فوق وتطبيق واحد تحت اقدر انا ارجع وارد على التطبيقات بشكل وايد سهل وحلوف الموضوع ان تقدر انت تسوي مثلا سواب حق واحد من التطبيقات فيصر عندك مثلا الكبير يكون فوق او تقدر انك انت تسوي شرنك حق هذا ترجع هنا حق يوتيوب مثلا وتسوي له اوه اكسباند يوتيوب ينزل تحت غير انك تقدر تسوي سواب سايدز ما بينهم بعدي الموجودين من فوق هذه الحركة بحد داتها ستغير لك تجربة المستخدم تقدر تسوي سويتش اب حق واحد من التطبيقات فانقدر نفتح جوجل بدارة كروم سيصير بهذا الشكل مثل ما انتو شايفين واقدر سوي سواب سايدز مرة ثانية فالحين تخيل لانك انت لما تتحق جوجل يكون فول سكرين يتحق انستجرام يكون بالضطل بعد ان انت متعود عليها وتنزل تحت راح تحصل لهم بعد تطبيق يكون هم فول سكرين وهذه الحركة ما حصلتها بولا تليفون ثاني اول مرة اجربها على اوبو فايند ان 3 اللي بحد داتها تخلي تجربة المستخدم حق تليفون بشاشة قابلة للطي اهم طريقة تكونوا بهذا الشكل واي وقت تطلع هذي التطبيقات ثلاثتهم راح يتمون هنا تقدم مرة ثانية تضغط وتش وتشوف كل التطبيقات راح تكون موجودة وين وقفت هذه الحركة بحد ذاتها راح تخلي تجربة المستخدم هنا تكون مختلفة عن جالاكسي فولد عن شاومي فولد عن اونر اي تليفون ثاني استعملته بشاشة قابلة للطيوان جردتم كلهم تغريبا هذه تجربة المستخدم بالنسبة لي كانت مفضلة تحس انك انت تقدر تنجز بشكل وايد اكبر لان التطبيقات قاعدت هيك بحجمها الطبيعي اما من ناحية التصوير والكاميرات راح تحصل اداء مرة ثانية استثنائي هذا التصوير بالاضاءة منخفض مثل ما انت شايفين في عندك انت تباين حق الالوان والرينج والديناميك رينج والنويز والضجيج كلها راح يكون قليل وهم لما تتصور انت مثلا بالاجواء العادية مع الاضاءة المتشبعة راح تحصل تصوير ممتاز الآن قاعد اتقطق بالكاميرا ما عندي سامبلات وايد كثيرة بس مبدئيا قاعد تعطيني تصوير وايد وايد حلوك وهم بعد من ناحية البطارية والاداء مع البطارية قاعد احصل ما بين 6 ساعات الى 7 ساعات وهذا رقم عادي اللي انت تتحصل مع تلفوناتي التقليدية فما اقدر انقذ عليه بالذات لان ايك مع شحن سريع 67 واط اللي راح يكون موجود داخل العلبة مع الأوبو فايند ان 3 فأداء مناسب دراجون 8 gen 2 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية وتقدر تزيد الذاكرة العشوائية 12 جيجابايت virtual memory مثل ما انت شايفين هنا وبطارية 4850 ممتاز كهذا الرام تقدر تزيده مثل ما تبي فأداء التلفون للأمانة ممتاز لا ادري ماذا سينزل لتحديث اندرويد 14 ولكن اوبو كانت سباقة بهذا الشيء من قبل سنتين ثلاث سنين لانها تنزل الكياب فأتوقع سنحصل هنا اندرويد 14 بوقت وايد وايد قريب قبل نهاية السنة الله اعلم ولكن مرة ثانية رسالتي لك اذا انت كنت حاب انك تشتري الون بلس اوبن لا تشتري اشتر الاوبو فايند ان 3 لانه سيكون متعوم شكل رسمي عندنا لانه ستحصل انت نظام تشغيلي اوبو سنتغلت لك اياك لا يغيرك هنا مكتوب اكسجين او اس وفعليا كالر او اس وصجلنا في فرق من ناحية سرعة الشحن ستحصل الداخل العلبة لكن مرة ثانية مع استقرار كالر او اس وسنين شركة اوبو من ناحية اتقانها عن كالر او اس ما ظنتي راح يصل في فرق بس عشان تبشي الحن ثلاث واتوقع بس مشاركنا رايك تحت هل انت مغرم بلي قاعد يصير هنا ولا لا هل انت مع سياسة اوبو اليديدة او وان بلس لان او واضح من اللي قاعد يقود الموضوع اوبو ايه اللي قاعد تخطط ايه اللي قاعد تسوي ايه اللي قاعد تحط النقاط على الحروف على قراتهم ومالومها ان احتفظت العلامة تجارية مات وان بلس لانا لها مكانها سوقها نفس الولايات المتحدة على سبيل المثال بس اوبو سوقها العالم كله موجودين بوروبا بشرقاسيا افريقيا العالم كله راح ارجعلكم ان شاء الله فيديو ثاني هن بعد نتكلم عن الكاميرا واداء التلفون بشكل عام مع فترة هن بعد مطولة وكتب لي سؤالك تحت حكشين شغلات معينة تبين انا اركزلك فيها وقت التقيين وبالختام لا تنسون اخواننا من دعاكم الصالح نتوقع بس يا جماعة الخير سمعونا على طالق سور سلامتكم تعيشون احمد وعركي ومالله كريم